اشتركوا في القناة النهاردة هنتكلم عن رؤية تفسير رؤية المشاكل بين الحبيب او المشاكل مع الحبيب نفترض ان شخص رأى انه في مشاكل مع حبيبه او هناك زعل من حبيبه ما معنى هذه الرؤية اولا هناك معلومة مهمة ينبغي ان ابدأ بها زعل الاحبة في المنام ليس كزعل اليقظة زعل الحبيب مؤشر طيب للعلاقة الطيبة اذا هي رؤية محمودة طبعا ده بالنسبة للعزاب سواء اذا كان ولد او بنت وزعل الحبيب احيانا قد يكون مؤشر لسماع اخبار طيبة عن الحبيب نفسه او الحبيبة نفسها فدي يعني رؤى محمودة حابب ان انا ابدأ بيها لان فيه رؤى مزمومة هنتكلم عنها دلوقتي فرؤية حبيبتك زعلانة وغضبان منك هذه الرؤية تدل على الصلح لو كان فيه زعل في الحقيقة اما اذا لم يكن هناك زعل او مشاكل في الحقيقة فهذه رؤية ايجابية تدل على ان هو الحبيب ده اللي انت زعلان منه هيعمل حاجة تفرحك هيعمل حاجة ايه تفرحك فانتهى تفرح بسببه في الفترة القادمة اما الرؤى الغير محمودة وهي رؤية زعل الحبيب احيانا تدل على انك لما تشوف مثلا في المنام زعلان وبيصرخ او بيبكي وصوته عالي هنا بنسأل بها هذه الرؤية تدل على حاجة من اتنين اما خصو ما ستحدث بينكما او انهاء للعلاقة وسوف تكون هناك عداوة ومع شديد الاسف كل الكلام ده للعزاب فالزعل او المشاكل مع الحبيب فيها ما هو محمود وفيها ما هو مزموم اما المتزوجين الحبيب السابق بالنسبة كبيرة جدا قد تكون هذه الرؤية مزمومة او مكروها ومع شديد الاسف توقعونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته